وطلبنا الأعزاء في أنحاء جمهورية مصر العربية الحبيبة أهلاً ومرحباً بكم مع عودة جديدة من منصة البس المباشر بوزراء التربية والتعليم بحييكم عبدالقوف حمدي ومعايا الأستاذ أيمن هالهول من بورسعيد إن شاء الله يبقى سنة دراسية سعيدة أو ترم تاني سعيد بإذن الله نبدأ نتوكر على الله مع الفصل الرابع دوائر الطيار المتردد ونحاول على قد ما نقدر إن شاء الله النهاردة نخلص الدرس الأول من دوائر الطيار المتردد ونشوف الأسئلة بتاعته بإذن الله مع مدرسين أو أسات زيتنا يوم الحد إن شاء الله هيبدأوا برضو يكملوا معنا بقية الفصل أستاذ أيمن إحنا بنتكن من النهاردة على الدوائر الطيار المتردد وطبعا الطيار المتردد إحنا أخدناه من الفصل الثالث تعرفنا إن إحنا بنقدر نحصل على الطيار المتردد من الدينمو وكان الدينمو عندي ممكن بنستغله إن إحنا بنحصل منه على الطيار المتغير الشدة والاتجاه اللي إحنا بنسميه الطيار المتردد ولما كنا بنحب نحصل على طيار موحد الاتجاه متغير الشدة طبعا أنا بذكر الناس كنا بنستبدل الحلقتين المعدنيتين باستوانة جوافاء مشكوقة إلى نصفين وبعد كده كنا بنحصل من هذا الدينمو أيضا على طيار موحد الاتجاه ثابت شدة تقريبا وكنا بنحاول نعمل كده عن طريق أنه بنضع عدة منفات منها زوايا متساوية صغيرة وبنعمل عدد من الشكوك في الاستوان أو المقوم يساوي دعا في عدد الملفات النهار ده احنا بنتكلم في دوارة طيار متردد بنقول أنه طيار متردد ده خواص كتير منها أنه يمكن نقله مسافات بعيدة عن طريق رفع أو خفض جهد بالمحولات زي ما احنا عارفين عارفين أنه طيار متغير الشدة والاتجاه دوريا من خلال زاوية الدوران بتاعة الملف في الدينمو عارفين أن طيار متردد يستخدم في الإضاءة والتسخين والطيار المتردد يمكن زي ما قلنا تحوله إلى طيار مستمر زي ما قلنا من شوية طيب فاحنا بنقول أن التار هو طيار تتغير شدته من الصفر إلى نهاية عظمة ثم تهبط إلى الصفر في نصف الدورة الأول ثم يعكس اتجاهه وتزداد شدته تدريجية من الصفر إلى نهاية عظمة مرة أخرى الكلام ده تعريف للطيار متردد وده عارفينه من بداية الفصل الثالث تمام ولكن احنا بنبدأ في الفصل الرابع زي ما شايفين الرسمة قدامنا في البداية وضع الملف زي ما أنا بشاور عليه دلوقتي كده بيكون وضع الملف عمودي على المجال المغناطيسي وبالتالي القوة الدفع المستحسة المتولدة من الدينمو أو الطيار المتولد في الدينمو بيبقى بصفر بعد ربع دورة أصبح وضع الملف موازي لخطوط الفيض وبالتالي يعني بعد دورانه 90 درجة من الوضع العمودي أصبح الملف موازي لخطوط الفيض فتبدأ شدة الطيار تزداد لتصبح قيمة أزمة ثم يعود مرة أخرى إلى السفر بعد أن يصبح عمودي مرة أخرى أي بعد دورانه 180 درجة من بداية الدوران وبالتالي بيكون وضع الملف أيضا عمودي ثم يدور بعد 3-4 دورة ليصبح موازيا وتصبح شدة الطيار أو القوة الدفع المستحسة قيمة أزمة وبعد دورة كاملة أي 360 درجة يعود إلى الوضع السابق له في البداية بتصبح قيمة القوة الدفع الكعربية وكذلك شدة الطيار بسفر تمام؟ ده بالنسبة للطيار المتردد المفروض أن احنا النهاردة هنبدأ نقيس مع بعض القوة الدفع المستحسة وال قوة الدفع الفعالة سواء كانت اللحظية أو الفعالة كلنا عارفين الكلام ده برده ولكن احنا لازم نكون متفقين مع بعض أن مرور الطيار المتردد أو المستمر يسبب تأثير حراري في الموصلات عند انتقال الطيار خلالها تاني الطيار المتردد والطيار المستمر يا جماعة زي ما احنا عارفين لما بيمر في أي موصل بينتج عنه طاقة حرارية وبالتالي احنا استغلينا الفرصة ان احنا لو مش قادرين نقيس شدة الطيار المتردد لأنه بيتغير دوريا زي ما شوفنا من شوية وزي ما احنا عارفين من الفصل اللي فات فقدرنا نقيس حاجة اسمها القيمة الفعالة ومن هنا بدأنا نصنع جهاز سميناه النهاردة الأميتر الحراري قبل ما نتكلم على الأميتر الحراري تعالى نقول كده لماذا لا يصلح الأميتر زوء الملف المتحرك لقياس القيمة الفعالة بشدة الطيار المتردد في عدة أسباب منها يبنى عمله على أساس التأثير المغناطيسي للطيار السابت الشدة والاتجاه وليس المتردد عند مرور الطيار المتردد فإن الازدواج الناشئ عن الطيار يتبدل اتجاه كل نص دورة يبقى المؤشر مش هيستقر أمام قراءة لذلك يتزبزب الملف وإذا كان التردد كبير فإن المؤشر يتزبزب حول الصف ثم يقف بفعل القصور الزيت لأنه مش يقدر يلاحق على التغيرات اللي بتحصل لو كان التردد بتاع الطيار متردد ده عالي المقصود أننا دلوقتي عندي مشكلة أننا عايزة إيس شدة الطيار المتردد احنا خدنا حاجة اسمها القيمة الفعالة ولو حد منكم فاكرها هيقول لي هي شدة الطيار المستمر الذي يولي الطاقة الحرارية فيه موصل تساوي الطاقة الحرارية الناتجة من مرور الطيار المتردد في نفس الموصل خلال نفس الزمن المقصود أن احنا يعني زي ما نقول كده تحايلنا على الموضوع عشان نقدر إيس شدة الطيار المتردد بس احنا قسنا حاجة اسمها القيمة الفعالة واللي فاكر من نقل قانون بتاعها كان بيساوي اللي هي القيمة العظمى على جزر اتنين وده كان قانون ومن خلاله يدرنا نحسب القيمة الفعالة للطيار أو القيمة الفعالة للقوة الدفعة المستحسة المتولدة فين في ملف الدينم طيب لو أنا عايز دلوقتي قيس شدة الطيار المتردد اتفقنا دلوقتي زي ما قلنا إن الأميتر زي الملف المتحرك مش هيقدر يقيسه تمام بسبب الأسباب اللي احنا قلناها دلوقتي طب لما نيجي نقول مع بعض أنا هجيب جهاز جديد النهاردة هسميه الأميتر الحراري الأميتر الحراري يستخدم في قياس كل من شدة الطيار الكهرابي المتردد والمستمر لا هو بيقيس يا جماعة القيمة الفعالة للطيار المتردد وشدة الطيار المستمر تاني هيقس لي القيمة الفعالة للطيار المتردد وليس شدة الطيار المتردد وهيقس شدة الطيار المستمر طيب تركيب الأميتر الحراري باختصار هيبقى أكيد فيه مادة بتعتمد على التأثير الحراري للطيار الكهرابي يبقى لما اجي أقول الأميتر الحراري أولا استخدامه قياس القيمة الفعالة للطيار المتردد وقياس شدة الطيار المستمر طب فكرة عمله إن لما بيمر طيار كهرابي فيه أي موصل يتولد عنه حرارة إذن فكرة العمل التأثير الحراري للطيار الكهرابي تاني التأثير الحراري للطيار الكهرابي وبالتالي هنقدر نقول إن الأميتر الحراري كتركيب أولا أنا هشاوره ده عبارة عن سلك من سبيكة وهنقول يا مستر عبدو عبد وهنقول إش معنى هو الطيار المتردد والطيار المستمر عكس الأميتر ذو الملف المتحرك لأن كلاهما اللي هو الطيار المتردد والطيار المستمر كلاهما له أثر حراري عند مروره في مقاومة أممية يعني الطيار المتردد لو مر في السلك هيعمل أثر حراري الطيار المستمر لو مر في السلك هيعمل أثر حراري عشان كده الأميتر الحراري بيستخدم في قياس القيمة الفاعلة للطيار المتردد والطيار المستمر لأن كلاهما له أثر حراري عند مروره في مقاومة أممية فرح لما نيجي بقى نقول تركيب الأميتر الحراري هنلاقي فيه عندنا سلك من سبيكة البلاتين والإيريديام أو نقدر نقول على السلك إيريديام بلاتيني السلك ده بيتأثر بالتغير في درجات الحرارة يبقى عند مرور الطير الكهرابي في هذا السلك سوف يتمدد ويرتخي زي ما هنقرأ دلوقتي أو مع بعض هنقرأ فكرة العمل ونقرأ في الدنيا بتاعتها ماشي ازاي فيبقى أنا عندي سلك من الإيريديام البلاتيني تمام؟ قابل للتمدد عند مرور الطير الكهرابي فيه بسبب تولد الحرارة مجدود من المنتصف بخط من الحرير ملفوف لفة واحدة حول بكرة ومثبت البكرة من الأسفل بزنبرق تمام؟ ويثبت على البكرة مؤشر عشان يقدر ياخد الإيريائي تاني سلك من الإيريديام البلاتيني مثبت على جانبي هذا السلك مصمراي توصيل كمدخل ومخرج للطير السلك مجدود من المنتصف بخط من الحرير ملفوف لفة واحدة حول بكرة هذه البكرة مثبت عليها مؤشر زي ما هنعرف دلوقتي كيف يتحرك المؤشر لما نتكلم على فكرة عمل هذا الجهاد مثبت البكرة من الأسفل بسلك زنبرق عشان تعمل على تثبيتها أثناء الإيراية بتاعة الطيور طب تعالوا نبص مع بعض كده يبقى الغرض منه قياس كل من شدة الطيور المستمر وقيمة الفعالة للطيور المترد الأساس العلمي زي ما قلنا التأثير الحراري للطيور الكهربي تركيبه زي ما قلنا مع بعض وزي ما حكينا دلوقتي كده كتركيب بسيط لكن الفكرة كلها بقى إن أنا بقول يوصل الطيور الكهربي لما أشرح بقى فكرة عمله هنوصل الطيور الكهربي المتردد أو المستمر المطلوق المطلوق قياسه يبقى هيمر الطيور الكهربي من خلال مصمراي التوصيل لما بيمر الطيور الكهربي في السلك اللي بيحصل تتولى الطاقة حرارية زي ما اتفقنا فيسخن هذا السلك ويتمدد وبالتالي هيرتخي ولذلك فإن الزنبرك يعمل على شد خط الحرير فتدور البقرة وبالتالي هيبدأ المؤشر أنحرف إمتى حتى يثبت عندما يحدث اتزان حراري يعني إيه كلمة اتزان حراري عندما تتساوى كمية الحرارة اللي اكتسبها السلك نتيجة مرور الطيور الكهربي مع كمية الحرارة المفقودة مع الوسط المحيط تمام؟ تاني زي ما قلنا كده هيمر الطيور الكهربي هيبدأ السلك الإيريديام البلاتيني يسخن ويتمدد ويرتخي فهيتشد من خلال خط الحرير يبدأ السلك الزنبركي يعمل على شد خط الحرير فتدور البقرة البقرة متسبت عليها المؤشر يبدأ المؤشر ينحرف ويثبت أمام كراءة إمتى أثناء حدوث الاتزان الحراري خلي بالك أنا هعمل معك مقارنة ما بين الأميتر الحراري والأميتر زي الملف المتحرك عشان كده عايزك تركز في الشرح دلوقتي عشان لما أجع من المقارنة تبقى أنت عارف الفرق ما بينهم هنا يثبت المؤشر إمتى عند حدوث اتزان حراري ركز لأن أنا هسألك برضو في الأميتر زي الملف المتحرك إمتى بيثبت المؤشر أمام كراءة فيبقى أنا هنا كلمة اتزان حراري معناها أن كمية الحرارة اللي هيكتسبها السلك نتيجة مرور الطيار الكهرابي فيه بتساوي كمية الحرارة المفقودة مع الوسط المحيط تلاتة بقى واللي عندها بالبلد كده مستر عبدو يعني سلك الاريديان بلاتين لما هيمر في الطيار الكهرابي هيزخن الحرارة اللي هتبقى في السلك هتفقد في نفس التوقيت اللي الحرارة هتفقد فيه هيمر الطيار تاني هيزخن بنفس المقدار اللي فقده علشان كده هيستمر حرارة السلك سبتة فعشان كده هيثبت المؤشر عند التدريج معينة أو عند درجة معينة لأن الحرارة اللي هتتولد في السلك وتفقد تفقد بالإشعاع هتساوي نفس الحرارة اللي هتخش تاني فتبقى الحرارة المفقودة بتساوي الحرارة المكتسبة فهيستمر المؤشر عند القراءة اللي هي قيمة الطيار اللي ماشي في سلك الاريديام بلاتين فضل بنقول بقى عندما يقطع الطيار هيبدأ السلك بتاع الاريديام البيلاتين يبرد ويعود لوضعه الأصلي بفعل مين الزومبروك بإذن الزومبروك بيتحكم أيضا في حركة مين المؤشر عندما ينقاطع الطيار خلاص خلصنا التجربة اللي كنا بنقيس بها شدة الطيار وهنشيل الجهاز تاني في الدولاب هيبدأ يعود إلى صفر التدريج بواسطة أو بفعل مين الزومبروك طيب ده بالنسبة لشرح عمل الأميتر الحراري ولكن فيه شوية ملاحظات مهمة جدا على الأميتر الحراري أولا يتأثر سلك الاريديام بلاتين بدرجة حرارة الجو مما يسبب خطأ صفري يعني ايه؟ قال لي خطأ صفري يعني مش هيبقى المؤشر واقف قدام السفر ممكن يبقى فوق السفر أو تحت السفر طيب إيه السبب؟ لأن السلك تأثر بدرجة حرارة الجو تمام؟ وبالتالي أنا عايزة أعمل ايه؟ عايزة تفادى الخطأ ده لأنه وأنا بياخد قرية مش عايز أطلع نسبة الخطأ بتاعتي يكون كبيرة قال لي يثبت فيه مصمار للضبط المتصل برافعة حتى يتمكن إعادة المؤشر على سفر التدريب أو ممكن نشد سلك الاريديام البراتيني على لوحة لها نفس معامل التمدد الحراري بتاع السلك بحيث أنه لما السلك يتمدد اللوحة هتتمدد أيضا بفعل درجة الحرارة لأن الاتنين اليوم نفسه معامل التمدد الحراري وبالتالي هيبدأ السلك أو يبقى المؤشر واقف عند السفر طيب في مشكلة تانية أن تدريجه غير منتظم كده أنت تاني جهاز في المقرر بتاعك تدريجه غير منتظم خدت أنت الأوميتر اللي كان بيقص المقاومة بكهربية وكانت تدريجه غير منتظم أهو ده سؤال ارجع كده في ذاكرتك بعد الحلقة افتكر ليه الأوميتر كانت تدريجه غير منتظم نرجع للأوميتر الحراري بتاعنا النهاردة للتدريج غير منتظم قال لي لأن الطاقة الحرارية المتولدة في سلك الإيريديام والبلاتين تتناسب ترضيا مع مربع شدة الطيار وبالتالي كل ما شدة الطيار تزيد للدعف أو كل ما الطاقة تزيد شدة الطيار هتزداد للدعف وبالتالي تدريجه غير الأربع عم سالسوري يبقى كده التدريج غير منتظم لأن الطاقة الحرارية التي يكتسبها سلك الإيريديام والبلاتين تتناسب ترضيا مع مربع شدة الطيار طيب يبقى احنا لو جمعنا دلوقتي عيوب ومميزات الأميتر الحراري تعالى نقرأ المميزات الأول نقول يقرس كل من الطيار الكهرباء المستمر وقيمة الفعالة للطيار المتردد لا يتوقف التوصيل على اتجاه معين سواء الطيار دخل من المصمر الأيمن وخرج من المصمر الأيسر أو العكس يعني المؤشر بتاعه انحرافه معروفه مسابق أما العيوب زي ما قلنا بطيء في عمله لأن مؤشره يثبت بعد فترة زمنية حتى يحدث الاتزان الحراري زي ما اتفقنا وفي نفس الوقت يتأثر بدرجة حرارة الجو لذلك يحتاج لمعايرة من وقت لآخر ده بالنسبة لعيوب ومميزات الأميتر الحراري نقطة مهمة في العيوب هنا أن احنا لو الطيار الكهرباء اللي داخل في سلك الأريديان بلاتين انقطع مش هيرجع المؤشر للصفرة على طول هياخد فترة حتى يبرد السلك وكذلك ما بنحاولش نحطه مثلا في أشعة الشمس لأنه برضو هيتأثر بحرارة الغرفة فزي ما حدثك هتتفضل دلوقتي وهنقول إزاي أن احنا نعالج هذه العيوب طيب هنبدأ نعالج العيوب دي طبعا أولا زي ما قلنا في الشريحة اللي فاتل احنا ثبتنا سلك الأريديا من البلاتيني على لوحة لها نفس معامل التمدد الحراري بحيث أن كلما تمددت اللوحة بفعل درجة الحرارة هيتمدد معها السلك وبالتالي هيستقر المؤشر أمام الصفر أو ممكن نعالجه بطريقة أن احنا زي ما قلنا نثبته بمصمر يبدأ يعود المؤشر إلى الصفر قبل بداية استعماله طيب لما نجي بقى نقارب ما بين الأميتر الحراري والأميتر زي الملف المتحركة سوز أيمان هنقول ايه تمام فكرة العمل والغرض والتدريج والسرعة والكفاءة التوصيل والتأثر بدرجة الحرارة يعني فيه أوجه مقارنة كتير طبعا ما تستهونش بالجزء ده على أنه نظري وتقول أسئلته ممكن تيجي سهلة فيه سؤال جاي اختر الإجابة الصحيحة بأكتر من شكل ممكن يكون سهل في الواضح قدامي لكن بيبقى محتاج من لتركيب تفضل سوز أيمان تقول ايه تمام لما بنيجي نقول الأميتر زي الملف المتحرك أساسه العلمي هو التأثير المغناطيسي وعزم الازدواج بينما الأميتر الحراري التأثير العلمي بتاعه الأساس العلمي بتاعه هو التأثير الحراري للطياري القهرابي الأميتر زي الملف المتحرك الغرض منه الغرض من الجهاز ان احنا بنقيس شدة شدة الطيار القهرابي المستمر الضعيف بينما الغرض في الأميتر الحراري ان احنا بنقيس القيمة الفعالة لشدة الطيار المستمر والطيار المتردد لما قلنا برضو التدريج هنا والتدريج هنا التدريج هنا منتظم ايه أسبابه انه منتظم؟ لأن هنا زاوية الحرارة بتتنصر طردي مع شدة الطيار فقط بينما في الأميتر الحراري ان الطاقة الحرارية المتولدة في السلك في الثانية تتنصر طرديا مع مربع شدة الطيار وليس مع الشدة فقط عشان كده التدريج غير منتظم تماما زيما فيه سؤال بقى في الحتة دي جي السنة اللي فاتت في النموذج الاسترشادي لم يقاله إذا زادت شدة الطيار إلى الضعف فإن الطاقة الحرارية تزداد إلى تماما ورح هتطلف الاختيارات أربع أمثال والضعف والكلام ده كله فهو لازم ياخد باله زي ما حضرتك قلت دلوقتي الطاقة الحرارية بتتنسب طرديا مع مين مربع شدة الطيار وليس مع الشدة فقط طبعا سؤال ممكن يبساه ولكن ممكن يخدع الطالب اللي مش بيذكر كويس ويختار ان شدة الطيار بتزداد للضعف لأ هنا هنقول أربع أمثال لأن هنا الأي ايه؟ أي تربيع طبعا الأميتر زو الملف المتحرك عمله سريع لأنه مبني على عزم الازدواج بينما الأميتر الحراري مبني على الحرارة فالحرارة هنستنى لما الحرارة اللي اكتسبها من القياس الأول هنفقد ونبدأ نشتغل بي تاني أو لما هنكون حطينه في غرفة درجة حرارتها عالية هنلاقي السلك متأثر بيها فعشان كده حطينا السلك على لوحة لها نفس معامل تمدد السلك علشان يفضل السلك على طول مجدود ولا يتأثر بحرارة الجو الكفاءة طبعا الأميتر زو الملف المتحرك حساس جدا للطيارات الضعيفة وقالنا قبل كده أن هنا ده بيقيس الطيارات الضعيفة لما جينا حولنا الأميتر الحساسية دي تفقدت طبعا الأميتر الحراري غير حساس للطيارات الضعيفة أن شد الطيار بتاعتها الحرارة المتولدة في اللحظة دي هتكون ضعيفة شوية التوصيل بيتوقف على ثبوت اتجاه الطيار هنا لا يتوقف على اتجاه الطيار يعني ممكن الطيار يخش من أي اتجاه هنا يحصل أثر التأثر بالحرارة طبعا قلنا هنا لا يتأثر قلنا الأميتر الحراري بيتأثر بحرارة الجو حاول تخلي الأسئلة دي كلها أنت بينك وبالنفسك أسئلة اختياري زي ما مستر عبدو تكرم وقال دلوقتي حتة العلاقة مع مربع شد الطيار حتة الأساس العلمي للجهاز ده برضو في مقارنة مهمة برضو عايزين نقولها احنا قلنا هنا في عندنا ملف زنبوركي هنا في ملف زنبوركي اللي هو بيشد خطر حرير على البكرة لو أنت افتكرت مع نفسك ومع مذاكرتك أن الأميتر زو الملف المتحرك كان فيه برضو زوج من الملفات الزنبوركية اللي هو كان بيخلي عزم الازدواج بيتساوى مع عزم اللاي وهو اللي كان بيخلي المؤشر بيستقر عند قراءة معينة ده في الأميتر زو الملف المتحرك زي ما قلنا ايوة الاتزال الحراري ايوة اعمل نفسك مقارنة بين الزنبورك اللي في الأميتر زو الملف المتحرك والزنبورك اللي في الأميتر الحراري وحاول تطلع مذاكرتك على الجنبين هنا وهنا فضل يا مستر عبد لما يجي بقى سؤال برضو كويس ان انت قلت حتة زوج الملفات الزومبركية كان السبب في استقرار قراءة المؤشر في الأميترز الملف المتحرك او الجالفانومتر عمتا فكانت الفكرة هنا ان احنا قلنا ساعتها سؤال يا جماعة كده محصلة عزم الازدواج اثناء استقرار مؤشر الأميترز الملف المتحرك الطبيعي ان هي كانت بتسوي سفر لان عزم الازدواج الناتج من مرور التاريخ العربي كان بيتساوى مع عزم اللاي تعزوج الملفات الزومبركية وكانوا في عكس الاتجاه هنا الاتزان الحراري هو السبب في استقرار المؤشر أمام قراءة فان خلي بالنا فعلا ما بين المقارنة دي ودي طيب تعاني شوف النهار ده دوائر الطيار المتردد اول دايرة بتقابني هي دايرة المقاومة القومية مع مصدر طيار المتردد طبعا يا جماعة ده مصدر طيار المتردد يعني زيه زي البطارية بس البطارية بتديني طيار مستمر تمام؟ نلتج من تفاعل كميائي قبل ما نخش بدوائر الطيار المتردد عايز أعرف أبناءنا الطلبة حاجة مهمة جدا احنا عندنا هندرس ست دوائر طيار متردد الغرض الأساسي منهم هو أن انت ازاي هتتفرج على قناة في التلفزيون انت ازاي هتستخدم الموبايل بتاعتك انت ازاي هتتعرف المواد الموجات الكهرومغناطسية هتتكون يعني الغرض الأساسي الكبير من دوائر الطيار المتردد بعد كده عايزين نقول ان هو هيولد لي موجات كهرومغناطسية هستخدمها في التكنولوجيا اللي احنا شغالين بها دلوقتي يعني من ضمن الحاجات المهمة في دوائر الطيار المتردد هي حصة البس اللي احنا بنقولها دلوقتي تفضل يا مستر عبد تمام؟ تمام اول دايرة عمدينا من الست دوائر زي ما تفضل وقال لنا هتبقى دايرة بتاعتها وعلى مقاومة قومية مقاومة عادية زي بتاعتنا اللي هي مقاومة قوم الار العادية تمام؟ بس هنوصلها المرة دي مش مع مصدر الطيار المستمر مع مصدر طيار المتردد اللي هو بنقول عليه الدينامو يعني ده الرمز بتاعة الدينامو يا جماعة او مصدر الطيار المتردد طب يا ترى لما اوصل واقف للمفتاح بتاعة الدايرة هلاقي ان V اللحظية اللي احنا ممكن نرمزناها بالرمز انستانيانس دود V لحظية هتساوي V ماكسموم اللي هي القيمة العظمى بدل الـ EMF يا جماعة مش احنا كنا في الفصل التالت بنقول EMF لحظي بيساوي EMF العظمى ماكسموم في ساين سيتا السيتا اللي هي ايه؟ اوميجا تي طيب فاحنا هنقول بما أن فرق الجهد او القوة الدفعة اللحظية تمام؟ اللي من المصدر بتساوي القوة الدفعة العظمى في ساين الزاوية أثناء دوران ملف في الدينامو أو أثناء حدوث قوة دفعة في هذه اللحظة طيب إذن أنا عندي لو أسمت V اللحظية على R هأسم V ماكسموم على R في ساين الزاوية ما ليش دعوا بيها كده ما فيش أي تغيير غير لأنني أسمت على R في الطرف الأيسر وأسمت على R في الطرف الأيسر طيب يطرع الطيار وهو بيمر في المكاومة يبقى معنى كلامك إن كده هيبقى الطيار اللحظي بالتعويض هو هو بيساوي القيمة العظمى لشدة الطيار في ساين الزاوية طيب المقصود من الاستنتاج دوت أو الإثبات ده المقصود إن الزاوية التي يتغير بها قيمة القوة الدفعة الكهربية بتاعة المصدر اللي هو مصدر الطيار متلدد ده هي هي نفس الزاوية اللي هيتغير بها قيمة شدة الطيار الطيار يعني المقصود أن الطيار والجهد متفقان في الطور من الرسمة اللي قدامنا دي هنجد إن القوة الدفعة بتزيد والطيار بيزيد معاها القوة الدفعة هتبقى قيمتها سفر فالطيار هيبقى قيمته سفر يبقى ما فيش فرق في الطور ما بين الطيار والقوة الدفعة أي فرق الجهد المتردد وشدة الطيار المتردد في حالة المقاومة القومية يطفقان في الطور وبالتالي عندما نرسمهم بيانيا هنجد إن الرسم الموضع قدامي معناه النظام إن الطيار والقوة الدفعة بيزيده مع بعض ويقله مع بعض سواء كان واحد قيمته أكبر من التاني مش هتفرق كتير معايا لكن المقصود هنا أنه عند مرور الطيار المتردد في المقاومة القومية إيه اللي بيحصل يتطفق الجهد والطيار في الطور يعني ما فيش حد منهم سابق التاني بس ناخد بالنا من جملة مهمة جدا أن المقاومة اللي قدامي دي بتستهل الجزء من الطاقة في صورة حرارة زي ما احنا عارفين لأن هي بتعمل على مقاومة للطيار وبالتالي بتستهل الجزء من الطاقة في صورة حرارة تمام طيب ساز أيمن ننقل عن اللي بعده تمام هذه التمثيل بتاع المتجهات اللي احنا بنتكلم عليها تمام لو أنا عندي الجهد في جاه تمام كده طيب نبص هنا أو ممكن تترسم بالشكل ده أن شدة الطيار المر في المقاومة يتطفق مع الجهد ما فيش فرق زوايا ما بينهم أو بالتالي ما فيش فرق في الطور طيب يبقى هنا بصفر زاوية الطور بين الجهد والطيار بتساوي صفر تمام لأن ما فيش فرق بالزبط عشان التوازي اللي ظاهر قدام طيب العلاقة بقى بين النهاية الأزمة لشدة الطيار الذي يمر في مقام أمية والتردد إيه اللي جاب التردد للموضوع وهنا عندي I ماكسموم يا جماعة زي ما قلنا بتساوي V ماكسموم على R تمام طيب القوة دفعة IMF يا جماعة بتاعت الدينو اللي هي نباو أو B في A والأميجا بتاعت 2 من غير زاوية لأن الزاوية هتبقى ب90 هتبقى 90 بكام بواحد على أساس أنها القيمة العظمة طب إذن إحنا لو خدنا بنا هنجد إن قيمة الطيار I ماكسموم والتردد عندي في البسط يبقى كده العلاقة بينهم علاقة تردية تمام لو إحنا ثبتنا كل العوامل اللي قدامنا دي هنجد إن شدة الطيار تتناسب تردية مع التردد إذن لو زاد التردد هتزيد القيمة العظمة للطيار وبالتالي هتبقى العلاقة البيانية بينهم بهذا الشكل إذن الطيار يتأثر بالتردد ولكن ملخوضة مهمة جدا وركز عليها قوي المقاومة بقى مش هتتغير بتغير التردد لأن المقاومة ملعاش علاقة أصلا بالتردد تمام طيب يبقى إذن عند تغيير تردد الدايرة اللي قدامنا اللي هي تحتوي على مقاومة عومية قيمة الطيار هتزداد بزيادة التردد لأن العلاقة تردية زي ما احنا شايفين مع بعض على الشاشة لكن المقاومة نفسها ما لهاش أي علاقة بالتردد طيب تعال بص كده مع بعض يبقى قدي اللي سلوب بتاعي هيبقى دلتا اي ماكسمم على دلتا ايف اللي هو فرق إصادات على فرق سينات ونبدأ نجيب القيمة عادي جدا وما فيش أي مشكلة بالنسبة تمام لأن ممكن يسألني الأسئلة دي كتير جدا في النظام الجديد بتاعي طيب بعد كده هنبدأ ناخد دائرة تانية يا سيز أيمن هي دائرة التائرة المتردد التي احتوي على ملف حص عديم المقاومة القومية يا دوب بس هندرس شكل الدائرة وهنسيب الباقي لأسات زيتنا إن شاء الله يكملوه معنا من يوم الحد إن شاء الله هيتكلموا معنا على الملف وكيفية التعامل معه وعلى مكون جديد من المكونات الكهربية ممكن نكون بنسمع عنه أول مرة هو المكسف وده برضو هندرسه إن شاء الله يوم الحد مع أسات زيتنا إن شاء الله في الحلقة اللي جاي تعالا نبدأ نشوف الدائرة بتاعتنا اللي هي دائرة الطيار المتردد اللي بتحتوي على ملف حص عديم المقاومة يعني إيه ملف حص عديم المقاومة يا جماعة يعني الملف دوت ملوش مقاومة قومية هنفترض فرض يا جماعة إنه هو ملوش مقاومة ولكن هو ممكن يعوق الطيار بطريقة تانية اللي مذاكر منه الفصل التالت كويس وخصوصا الحص الذاتي تمام هياخد باله من الموضوع دوت بإذن الله طب تعالا نشوف يعني إيه ملف حص عديم المقاومة زي ما قلنا عديم المقاومة ده فرض إحنا بنقول لما يكون عندنا دائرة بالمنظر ده قادي الدائرة بتحتوي على ملف تمام ومصدر طيار متردد أول ما هنقفل الدائرة إيه اللي هيحصل هيبدأ ينمو الطيار الكهرابي تدرجية من الصفر إلى نهاية عظمة بمعدل زي ما احنا عارفين دلت آي على دلت تي لو حبينا نجيب المعدل بتاع النمو خلال فترة زمنية معينة يبقى دلت آي بي دلت تي وبالتالي هتتولى الداخل الملف قوة دفع مستحسة عكسية بالحس الزيت ده الكلام ده عارفينه كلنا من الفصل التالي طيب هتعمل هذه القوة على مقاومة الطيار بقيمتها بمعنى القوة الدفع المستحسة العكسية هتبقى مساوية لجهد المصدر وبالتالي هتبدأ على مقاومة الطيار أو تأخير نمو الطيار طب تعال بص على العلاقة دي كويس EMF بتساوي سالب L اللي هو معامل الحس الزيت بتاع الملف في دلتا I على دلتا T وهي هي فرق الجهد بين طرفي الملف يبقى القوة الدفع المستحسة العكسية اللي تولدت في الملف في الحس الزيت نتيجة نمو الطيار فيه تعمل على معاوكة الطيار وبالتالي هتقلل من شدة الطيار أو هتعوق حركة الطيار وبالتالي خلي بالك ان ترددها مساوي لتردد المصدر ولكنها تعمل كممنع للطيار وده دارير على ان احنا حطنا الاشارة الايه السابق طيب عايز تقول ايه عايز اقولك ان دلتا I باي دلتا T ده يعتبر بالنسبة لي ميل خط مستقيم لو انت عملت فرق صدات على فرق سناد دلتا I على دلتا T في حالة ما يكون فرق الصدات على فرق السناد ده اللي هو الميل هلاقيه بصفر ساعتها القوة الدفعة هتبقى بصفر طب نركز كده في الجملة اللي هتحصل دلوقتي كده تعال نشوف مع بعض ممكن نرسم ايه لو انا جيت رسمت معاك خط مستقيم او دير رسم الطيار متردد اللي هي القوة الدفعة العظمى بالمنظر ده كده اهو تعال نشوف ها كده مع بعض في حالة ما يكون الطيار الطيار اللي هو بالاحمر ده يا جماعة لو انا جيت رسمت خط هنا كده موازي لمحور الزمن هلاقي ان الميل بتاع الخط المستقيم ده بيساو سفر الناس كده مركزة معاك لو انا رسمت خط المستقيم هنا كده تمام بحيث انه بيوازي محور الزمن او محور السناد هنجد ان ميل الخط المستقيم ده بيساو سفر طب لما يكون الميل بسفر يا جماعة معناها ان شدة الطيار نفسها كمع عظم يبقى لو رجعنا كده لو الميل بسفر ومعناه ان الطيار كمع عظم هتبقى القوة الدفعة بسفر اذا اللي عايز اقوله ان احنا دلوقتي لما يكون الطيار كمع عظم هيبقى الجهد بسفر ادي الجهد هنا بسفر فالطيار كمع عظم يبقى المقصود ان الملف سبب في تأخر الطيار عن الجهد بقدي ايه بربع دورة زي ما احنا شايفين في الرسمة اللي قدامنا وده معناه ان الجهد في الملف يسبق الطيار بزاوية تسعين درجة او بزاوية او بربع دورة زي ما هنا هنقول طبعا هنشوف الكلام ده بالتفاصيل بإذن الله يوم الحد وهنحاول النهاردة نشوف اسئلة الشات بتاعتنا والرد على الاسئلة اللي كانت مكتوبة قبل ما نخدم الحلقة اراكم على خير بإذن الله